موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موجز الأخبار من قناة سهيل أهلا بكم أكدت الحكومة اليمنية أن ما ينفذه ما يسمى المجلس الانتقالي من سيطرة على مؤسسات الدولة في محافظة أرخبيل سقطرة وقصف المدنيين واعتداء غاشم على أبناء الأرخبيل وتمرد وانقلاب واضح على السلطة الشرعية لن يتم القبول بها أو يتهاون معها ووشقا لوكالة سباي الأنباء أشارت الحكومة في بيان إلى أن هذا الهجوم المسلح والاعتداء الغاشم على المواطنين يمثل الرد الفعلي العدواني والمستهتر لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الجهود الحثيثة التي تبدلها المملكة العربية السعودية لاستعادة مسال تنفيذ اتفاق الرياض وتكشف حقيقة موقف هذه القوى المتمردة والطرف الداعم لها وطالبت الحكومة قيادة التحالف تعم الشرعية ممثلا في الأشقاء بالمملكة وبحكم وجود قواتهم العسكرية في أرخبيل سقطرة بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل والجاد لوقف هذا الصلف الذي تقوم به قيادة المجلس الانتقالي ومجامعهم المسلحة سقط العشرة من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتل وجريح بنيران الجيش الوطني في جبهة نهم شرقي صنعاء وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن أبطال الجيش الوطني سدرجوا جميع من ميليشيا الحوثي إلى كمين محكم قرب مفرغ الجوف قبل أن يطلقوا عليهم الحصار من جميع الاتجاهات وعلاف أن أبطال الجيش اشتبخوا مع العناصر الحوثية وأوقعوهم بين قتيل وجريح وأسير وتمكنوا من استعادة أسلحة متنوعة قتل مواطن برصاص ميليشيا الحوثي الانقلابية أثناء مروره من إحدى نقاط الميليشيات في ممديرية السوادية بمحافظة البيضاء وأكدت مصادر محلية إن المواطن صالح أحمد المنصوري قتل بدم بارد من قبل عناصر ميليشيا الحوثي المتمركز في نقطة المعهد المهني بمنطقة الخوعة بمديرية السوادية أثناء مروره منها على متن سيارته بتهمة أنه تجاوز مطب نقطة التفتيش قال المحامي عبد المجيد صبر إن ميليشيا الحوثي اختطفت امرأة خمسينية من إحدى شوارع صنعاء وأخفتها قسريا لأكثر من أربعين يوما وأضاف في منشور على فيسبوك إن الحوثيين اختطفوا خالدة محمد الأصبحي ثلاثة وخمسين عاما في الحادي عشر من مايو الماضي أثناذها بها مع حفيدها الاستلام حوالى من ابنها مبلغ خمسة عشر ألف ريال وتبع أن الميليشيات أخبرت بعد ذلك ابن خالدة أنها تخضع لتحقيق بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وأكد المحامي صبره أن المختطف خالدة الأصبحي ما تزال قيد الإخفاء القسري وقال إن اختطاف النساء لدى الحوثيين جريمة لم يسبقهم إليها أحد أفرجت السلطات الإريثيريا عن خمسة وخمسين صيادا يمنيا بعد أسابيع من اختطافها لهم مع العشرات من زملائهم وقواربهم في عملية قرصنة شهدتها السواحد الحوخة وجزر حنيش غرب اليمن وقال وزير الثروة السماكية فات كفايا إن خمسة وخمسين صيادا من الصيادين المحتجزين لدى إريثيريا وصلوا أمس الجمعة إلى ساحل المخى بالساحل الغربي وعضف الوزير في منشور على فيسبوك إن 23 صيادا لا زالوا محتجزين داعيا السلطات الإريثيريا إطلاق بقية الصيادين المحتجزين لديها نعى التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء الشيخ علي صالح نديش أحد مؤسس الإصلاح على مستوى اليمن وعضه هيئة الشورة المحلية وأحد رواد العمل الخيري والاجتماعي الذي وفاه الأجل ليوم أمس وقال بيان النعي إن الفقيد كان من أبرز الشخصيات الاجتماعية وأكثرها فاعلية في خدمته للمجتمع حيث حظي باحترام كل من عرفه على اختلاف توجهتهم واعتبر رحيل الشيخ نديش في هذا الظرف الصعب الذي يمر به البلد خسارة فادحة على الحزب والمحافظة والوطن عموما نهاية الموجز دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة